أجيب أن دعاة التوحيد خاملون وساكتون ودعاة الشرك جاددون الآن دعاة الشرك والبدع جاددون الليل والنهار وينفقون الأموال ولا ييأسون ولا يتعبون وأما دعاة التوحيد هم قلة خاملون ومتخاذلون أيضا فيما بينهم المصيبة جاءت المصيبة من هذا النوع لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه لا شك أن الناس إذا أهملوا الشيء فإنهم يقارون فيه أن كذا ما عرفت الخطر ولا عرفت مكان الهلاك فحرينا أن تقع فيه فإذا الناس نسوا الكلام الشرك وتفاصيله ومعرفته وقعوا فيه ناسيا والدعاة إليه نشطون والشرك موجود ويشجع من قبل أهله ومن قبل الكفار الكفار الآن يدعمون دعاة الشرك دعم هائل يدعمون الفرق الضالة ودعاة الشرك والبدع تدعمهم الدول الكبرى دعما هائلا تركزهم في المناصب كل هذا من أجل اتفاق الإسلام من أصله لأنه إذا ذهب التوحيد ما فقي إسلام لو تصلي الليل والنهار وتصوم وتحج وتعتمل وتبذل الأموال وهو على غير التوحيد ما فات شيء فهذا من مكائد الكفار بنا الآن يدعمون دعاة الشرك وفرق الضلال واللي يدعو إلى التوحيد يسمونها إرهابي واللي يسمونها متقرف واللي يسمونها أصولي ونفرون منه واللي يسمونه خارجي اللي يسدعون الإسلام يسمونه خارجي من الخوارج والكفار يسمونها متقرف وصولي إلى غير ذلك من الألقاب والتنذير من دعاة التوحيد ودعاة العقيد لكنهم يدعمون أهل الضلال دعما هائلا وركزونهم باسم الإسلام وباسم هدم الإسلام حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نفيرهم على من أنكرى الشرك الأكبر شهنا هذا كلام الشيخ رحمه الله وفي القرن الثالث عشر في وقته اشتد نكير من يسمون بالعلماء على دعاة التوحيد ويسمونهم بالخوارج ويضللون دعاة التوحيد هذا موجود في كتبهم الآن حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نفيرهم على من أنكرى الشرك الأكبر فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفين قيض فالصحابة ينكرون الشرك الأصغر فصاروا في طرفين قيض مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حذيفة بن اليمان سمعتم أنه قطع الخيط وقال وما يؤمن أكثرهم في الله إلا وهم مشيكون معا تعليق الخيط من الشرك الأصغر وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر صراحة باسم محبة الأولياء والصالحين والإيمان بكراماتهم وأنهم يكونون وسائل بينهم وبين الله أي يسمون الشرك بغير اسمه نعم